اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكان من القطاع الخاص أو العام يعاني الأمرين خاصة ومع انهيار رواتبهم وحياتهم الاجتماعية نتيجة تدني قيمة أجورهم التي نصفها بعد عن لبناني مقابل لهيبا بالدولار لا يرحم فحياتهم العملية تضيع عبثا وحركة بلا بركة بيركد وبيشق وبيتعب كل حياته وما بيعطوا حقه تصوري ببقى الدم اللبناني كل الشهر ما بيطلعوا 40 دولار يعني كيف ما أنا نعيش ما بعرف ما في عامل هلأ مبسوط انه هو عامل لانه لا ما عاشه عم بيكفي لا عم بيروح اشغله مبسوط لانه بيروح اشغله وحاسس انه هو عم بيشتغيل وما رح يقبط حتى لو قبض هالقليل يلي عم بيناعطه شوي بالدولار بس هيدا الدولار ما بيكفي العامل لما بيشتغل من قلبه بديكون معاشه بيكفي مش بس بدنا معاش لنعيش لنكون نشرب المعاش هو لحتى تكون طريقة حياتنا أحلى مش واصل لاشي ما في حقوق لا عندهم لا طبابة ولا اعالي ولا شيء ولا شيء يعني لا تعويد ولا شيء خالص نهيا هو لا ما بياخدها ما بياخدها ما بيقدر ياخدها ما هدا بيعطيها متل ما بده هو عالغلاء والكوا ما حدا عم يقدر ياخد حقه الغلاء كتير اساسا معاشات قليلة وما حدا عم بفرس يعني وين بده يوصل بحقوقه وجود العمال الأجنبية بها البلد اللي عم تضارب العامل اللبناني لا يكي وضع البلد شيء باللبناني شيء بالدولار وتعتير ظروف البلد والعيد العامل الغريب وضع البلد الغلاء يعني مش واصل لاشي أكيد لا ها الوضع وضع وضع يركض ويركض ويركض لا يشتغل يشيل لقبة العيش تبعهم أما دولة فمنكوبة بمعنييها لا يهللون سوى لسياسات الترقية متناسين أن وضع العمال في لبنان يحتاج إلى حل سياسي جذري يعالج الحالة القائمة وإلا لا عمال ولا وطن تحفظوا حقه وتعطي مطالبه تكفيه يعني بالدولة فيس دي شو بدا تكون أنا مو كمين موها الأول يعني شو معاشي ماشي دولة ما في شعب زفق ما بيعني شي أي الدولة القاعدة هي بدت لقي الحال نحن ما نلاقي الحال دولة ودولة ما في تنظيم ملف الأجاني في لبنان واحد وإعادة النظر بالعامل اللبناني يكون مواهل يكون هو الأفضلية له يعني تعطيهم شوية أهمية ورواتب هذا أهم شي بدت تغيير جذري كل شي وزبطه السعر صرف وكل شي أهم الشي بده يكون في طباب الدولة بده تشوف كيف يلطبب هذا الشعب لأنه أغلى الشي تفوت واحدة على المستشفى إذا ما معه بيموت بتبهدل إذا عنده بيت بروح ببيعه لحكم أهله أو حكم خيه كيف هي دي شو شو اللي موفرينه من كل شي يعني بدي قلك الألم هي قصة ألم ما كل شي ولا بدي قلك طبابي ولا مدارس ولا شو اللي وان في حق أنت برأيك أني بيعرفوا حق في أساسا عيد عمال الدولة ما مأمنة شي لالعمال لازل تتأمنه كل شي شو أبسط الحقوق؟ أبسط الحقوق الحكمة المعيشة شو شو بعد أهو أهم شي بالنسبة للعامل شو ما نأمنت له ما كتير كل شي شو شو بلا تأمنه عمال وظيفة مين عنده؟ فتحية لكم في عيدكم أنتم من تقاومون أسوأ الظروف في سبيل البحث عن لقمة العيش آملين أن يأتي العيد في العام المقبل ولبنان وعماله في أفضل حال اشتركوا في القناة